السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى المهارات التي نتعمدها خلال مادة علم الحياة والأرض سوف نرى كيف نتعامل مع الأسئلة عن علم الحياة والأرض سوف نبدأ بأول مهارة مهارة التحليل مهارة التفسير مهارة التقديم أو اقتراح فرضية إلى غير ذلك سوف نبدأ بمهارة التحليل وهي طويلة تكون بزاف دائما في جميع الأسئلة مثلا تحليل ميبيان تحليل جدول تحليل تجربة على غير ذلك المهارة التحليل هي مرتبة أعلى من الوصف ومن التفسير وهي كالترجمة تدير واحد العملية الوصف وعملية الترجمة لما ألاحظ من تطورات لظاهرة معينة مع تحديد قيام عددية إذا كان الأمر يتعلق بتحليل منحانة أو جدول حيث أعمل على ثلاث مراحل يعني ذلك الشي اللي كنشوفه بالعين ديالي فوحد المنحانة ولا فوحد جدول كنترجمه إلى كتابه إذا تعرف على العناصر المدروسة يعني كنشوف محور الأفاصل شنو عندي في محور الأراتب شنو عندي إلى غير إذا فضل تعرف على العناصر المدروسة تبدأ الإجابة بتقديم العناصر التي تشملها الوثيقة ذلك الشي اللي كان في الوثيقة كله ثم إجاد العلاقة بين العناصر حيث نستعمل كلمات كلما مثلا إذا كلما مثلا ازداد ازداد العمق ترتفع درجات الحرارة مثلا ثم الوصول إلى المبدأ الذي ينظمه هذه العلاقة مثلا عندنا مبيان على محور الأفاصل عندي عندي مثلا الحرارة على محور الأراتب عندي العمق يمكن اللحظة أن كلما ازداد العمق الحرارة غادية وكتزداد صافي؟ إذا وصلت للمبدأ الذي ينظمه هذه العلاقة بمعنى أن الحرارة كلما ازداد العمق ترتفع درجات الحرارة إذا هذا مثلا إذا ذلك الشي اللي كان لاحظه بالعين كان نديره كتابة يعني كان وصف وكانترجم لما ألاحظه من تطورات الوحد الظاهرة معينة ولا يجب التعبير عن تحليل المنحنة بالقول مثلا فراش كنعطيكم حل المبيانة ولا حل الجولة ماذا تقول لي؟ المنحنة يرتفع المنحنة ينخفض هذا خطأ يعني قول تتضاهرة مثلا أكتب الظاهرة تتزايد أو تتناقص مع مرور الزمن مثلا نسبة الأكسيين تنخفض في الواسط X وترتفع في الواسط Y مثلا ما تقول ليش المنحنة يرتفع أو المنحنة ينخفض إذا المنحنة فهو عبارة عن ترجمة العددية بالنسبة الواحد ظاهرة معينة نفهم؟ نعطيوشي مثال أكتر باش نوضحو مثلا يجب تحديد العنصر المتغير على محور الأراتيب تشقنه والعنصر المتغير على محور الأفاصيل المتغير في محور الأفاصيل يكون تحتاج تحكم الشخص المنجيج للتجربة يعني مثلا في محور الأفاصيل غالبا تكون الزمن بينما المتغير في محور الأراتيب يكون هو موضوع البحث الذي نريد التعرف عن كيفية تغيره مثلا عندي هذا المتغير هذا عندي في محور الأفاصيل عندي الزمن وعندي في محور الأراتيب عندي ما يسمى مثلا نسبة سيودو يعني نسبة ثاني أكسيد الكاربون إذا مثلا ممكن أن نقول يعبر المبيان التالي عن تغير نسبة ثاني أكسيد الكاربون بالواسط الذي تتنفس في الحالة مثلا بدلالات الزمن إذا في هذا المثال تكون نسبة ثاني أكسيد الكاربون الذي نريد معرفة كيفية تغيرها في محور الأراتيب بينما الزمن هو الذي نتحكم فيه نقيصه كل دقيقة أو كل ساعة أو كل ساعة أو كل يوم إلى غير ذلك يكون في محور الأفاصيل إذا دائما المتغير في محور الأفاصيل نحن لا نتحكم فيه ولكن في محور الأراتيب يمكن أن نتحكم فيه مثلا الكائل الحي كيفية تنفس إلى غير ذلك إذا مثلا في هذا المثال ممكن أن نقول ألاحظوا أن نسبة أن نسبة ثاني أكسيد الكاربون تزداد مع ازدياد الزمن مثلا إذا كنلاحظوا أن المنحنة فهو يوجد خط تصاعدي بمعنى أن أكسيد الكاربون هو الذي يرتفع وليس للمنحنة ليس فهمت شي إذا هذا هو التحليل إذا كنت نوصف ذلك الشيء الذي نرى بعينيه كنت نوصفه فقط ما نزيد وإذا أريد أن نزيد نعطي أعداد كي ندعم ذلك الرؤية إذا في المرحلة الثانية المرحلة التحليل تبدأوا دراسة المنحنة بتقسيمه ممكن نقسم المنحنة إلى مرحلتين إلى ثلاث مرحل على حسب المنحنة أو مقاطع حسب كيفية تغيره مع التعامل بدقة مع الوحدات المستعملة مثلا وشلمتر مليونيت الدقائق ثم بعد ذلك نعمل على تحديد كيفية تغير المنحنة هل هناك تزايد أم تناقص أم تبات أم توقف إذا مثلا عندي في المحور دي الأفاصل عندي عدد الأيام عندي جوجة محاورة الأراتيبة عندي تركيز السمين وعندي المحور الأيمن عندي تركيز الجزئات البروتينية إذا في هذا المثال هذا شنو كنقول مثلا بغيت نحلل يتبين أنه كلما مر الزمن يعني كلما يزدد الزمن بعد العدوة بالبكتيريا ما له بالبكتيريا اللي هي الكزات يرتفع تركيز السمين السمين غاديك يرتكت حتى اليوم حتى اليوم الستة إلى حدود اليوم الستة حيث يبدأوا تركيز السمين بالإنخفاض مع بداية ظهور وارتفاع تركيز الجزئات البروتينية يعني عندنا ذلك الجزئات البروتينية شنو قدرت لي؟ قدرت لي على ذلك السمين الكزاس إذا هذا تحليل منذ التحليل هناك تغيير من شخص وهو تحليل وهذا التحليل دائما تغيير من شخص لا أريد أن نبدأ إنا بطرفة ارتفاع نخيفات إلى غير ذلك إذا ممكن أن أقوم بأننا في المرحلة نقسمه إلى مرحلة المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3 ونقل في كل مرحلة ما هو كلحة؟ هذا شيء بسطل الغاية هذا بخصوص مهارة تحليل من اللي كنحلل مثلاً قلت هناك ارتفاع هناك الخفاض كي يجي موراها التفسير التفسير كنقول مثلاً لاش ارتفعت هذيك وعلاش نخافضات هذيك إذن أعطي تفسير لسبب الارتفاع وأعطي تفسير كذلك لسبب الانخفاض وشو واضح؟ هذا هو التفسير كين بتحليل وكين التفسير ثم المرحلة الثالثة في مهارة التحليل هي المحطة النهائية في التحليل نقدم المبدأ الذي يتحكم في المتغيرات التي تم توضيحها في المرحلتين السابقية يعني علاقة عكسية أو وظيفية أو ترضية إذن في المثل التالي مثلاً نقول أن هناك علاقة عكسية بين الجزئيات البروتينية وسمي الكزز أي يصادف ظهور وارتفاع الجزئيات البروتينية بداية نخفاض تركيز السومين يعني علاش نخافضات لي؟ علاش نخافض سومي الكزز لأنها بدأ في ظهور الجزئيات البروتينية اللي هي مضادة الأجسام إذن مضادة الأجسام هي اللي أدت إلى نخفاض نخفاض في تركيز سومين الكزز بمعنى اللي بغيت نعطي سفسير أن أن سومين الكزز تم القضاء عليه تم القضاء عليه بالجزئيات البروتينية اللي هي مضادة الأجسام ولا بغيت نعطي السنتاج مثلاً ممكن نقول أن مثلاً كيعطيكم مثلاً كيقولك استنتج استنتج نوع استجابة المناعتية المتدخلة ضد سومي الكزز أتقول له على أن مثلاً في التدر أن استجابة المناعتية خلقية لأنها تمت بتدخل الجزئيات البروتينية اللي هي مضادة الأجسام نكمل في المهارات في مثال الثاني نقول أن هناك علاقة عكسية بين الجزئيات البروتينية وثومي الكزز يصادف الظهور وارتفاع الجزئيات البروتينية بداية نخفض تركيز السومين إذن هذه مرحلة حيث المهارات التي تحليل فهي تتقسم إلى جموعة من المهارات أو جموعة من المراحل إذن كما تشوفوا تشيب سيت للغاية بعد أن ندرز المهارات تقديم فرضية إذن تعتبر الفرضية يعني اللي بوتاز اقتراح يقدموك تفسيراً مؤقتاً لظاهرة أو حادثة معينة ويتم تحقق من صحة الفرضية إما عبر إنجاز تجارب أو ملاحظة ميدانية أو معطيات مثلاً نفترض أن سبب إصابة هذا الشخص بالشالل هو إما قطع في النخاء الشوكي أو قطع في العصب المرتبط بالأطراف المشلولة يعني كنعطيه واحد الاقتراح مثلاً كي يقول لك لاش تشلل هذا الشخص تقول له مثلاً إن ربما إصابة على مستوى الباحة الحركية أو على مستوى على مشكلة على مستوى النخاء الشوكي إذا غير كتكسرح فرضية ومن بعد كتأكدها يعني كتعطيه واحد الجواب مؤقت ثم كتأكده كتأكده كتدير يا إما كي أعطيك تجارب أو كي أعطيك معطايات ثم آخر حاجة بقاتنا اللي هي الاستنتاج يعني كتستنتج يعتبر محطة نهائية خلال دراسة ظاهرة مهيدة حيث يعتمد على تقديم الفكرة الأساسية المرتبطة بالظاهرة المدروسة مثلاً يستنتج أن الاستجابة المنائة المتدخلة في هذه الهالة هي استجابة المنائة ذات وسط خلطي لأنها تمت بتدخل مضادات الأجساء إذا نعتش يبسيط للغاية إذا روصلنا إلى نهاية هذا الفيديو هذا أتمنى لكم تتوفيق والنجاح وإلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله أعناكم الله وفي فيديو مقبل